السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم أتينا بكتابة هذا الكتاب هو لجميع الطلاب من الكليات المهنية والتقنية والمستمعين من التعليم المصرم والتعليم الكبار حرصة على توسيع معارفهم الذين يرغبون في تعليم الرسم بعد توضيح في هذا الكتاب الاتفاقيات والمعايير الرسم في المباني ويناقش المؤلف هذا الكتاب الرسومات المعمارية نهيج منهجي وتدريجي يسمح لأي شخص تقنيات أن تكون مألوفة مع هذا النوع من التمثل البياني ويحرص كذلك صاحب هذا الكتاب ويحرص أو يخصص جزء التالت للهياكل الأساسية للمباني مثل الجدران والأرضيات والسلالم والنوافذ بعيد بعد التكنولوجيا التكنولوجيا المتقدمة كذلك وكذلك تذكير قصير لها ويصف المؤلف رسوم البناء المتصل بكل المنود كل المنود المخصص علىها داخل كل فصل أن هناك أصول كثيرة ستة تقريباً يسمح للطالب يستيطر على أصول هذه الرسومات مع توضيحات حفيرة والتقديم المنهجي هذا الكتاب في الحقيقة أداة عاملة مفيدة جداً لأي رسام كيف ما كان عمله في الرسمة المباني لهذا أنصحكم أحباً في الله عن طيلة شارجي أو طيلة شارجي هذا الكتاب هذا إما من الموقع دينا وكذلك من المودزة أو تحت الفيديو تلقى الرابط تحميل لا تنسوش أحباً في الله انترسوا السكريبط لخناة دينا وكذلك الجيم من الصحافة إسبوكية وهو كذلك زيارة الموقع لتحميل هذا الكتاب أستودعكم الله لذي لا تدعودي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر